بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرثلين أحباء الأعزاء مرحبا بكم في قناة التعليمية تعلمية اليوم إن شاء الله سوف نتناول الصفحة 152 من كتاب المفيد في اللغة العربية للمستوى الرابع ابتدائي النص السماعي التقويمي معمل تصبير سمك أستمع وأجيب إذن أولا سوف نستمع سوف أقرأ عليكم النص معمل تصبير السردين كان المعمل يضم أنماطا مركبة من الشغل تنصب في وحدتها النهائية عندما تصفف علب السردين الصفيحية زاهية الألوان متراسة بانتظام في صفوف يحرقها حزام يدور تحتها بتؤذة لتعبأ في الصناديق الخشبية تحمل في الشاحنات الضخمة إلى الميناء وهناك شاحنات أخرى تقبل في كل وقت محملة بأكداس السردين رشت عليه طبقات الملح تفاديا لفساده قبل أن يصل إلى المعمل وما تكاد حمولة السردين تصل حتى يكون كل شيء معدا لاستقبالها يشارك الجميع في عملية إفراغ الشاحنات من حمولتها في هرج وضجيج وصرعة وارتطام بعضهم بعضا حتى إذا انتهى ذلك ينصرف كل إلى أداء دوره فطائفة تفرغ الصناديق في صهاريج كبيرة ملأة بالمياه المملحة وأخرى تغمس أيديها إلى ما يقارب الإبطين لغسل السردين وإزالة قشوره الرقيقة ووضعه في صناديق تحمل إلى الطاولات وثالثة تعمل على إزالة الرأس والأحشاء ليمر من جديد في صهاريج صغيرة أنضف ومن هناك إلى الفرن حيث يسلق قبل أن يعبأ في العلب ويصب عليه الزيت وتختم عليه العلب لتمر في فرن الطبخ الأخير ومن هناك تمسح العلب الساخنة بنشارة الخشب لإزالة ما قد يعلق بجوانبها من الزيت وترتب في صناديق التصدير إلى الشاحنة أضع علامة في الخانة المقابلة للاختيار الصحيح يحرقها حزام يدور تحتها بتأنن تأنن تعني بطءاً سرعة عجلة خفة إذن تأنن بمعنى بطءاً يتحدث النص عن معمل تصبير السردين معمل تصبير الطماطم معمل تصبير الزيتون يتحدث النص عن معمل تصبير السردين يرش السردين بطبقات الملح تفادياً لصعوبة غسله لصعوبة إزالة قشوره لفساده قبل وصوله إلى المعمل إذن يرش السردين بطبقات الملح تفادياً لفساده قبل وصوله إلى المعمل أرقم الأفكار بحسب ترتيبها في النص ترتيب علب السردين في الصناديق مشاركة الجميع في عملية التفريغ قدوم الشاحنات محملة بالسردين الفكرة الأولى حسب النص هي قدوم الشاحنات محملة بالسردين الفكرة الثانية هي مشاركة الجميع في عملية التفريغ والفكرة الثالثة ترتيب علب السردين في الصناديق أعيد قراءة هذه الجمل قدوم الشاحنات محملة بالسردين مشاركة الجميع في عملية التفريغ ترتيب علب السردين في الصناديق استخرج من النص ما يدل على أن المعمل يعمل دون توقف هناك شاحنات أخرى تقبل في كل وقت محملة بأكداس السردين هناك شاحنات أخرى تقبل في كل وقت محملة بأكداس السردين التعبير الكتابي عندما قدم الفلاح عزوز النصائح لابنه دار بينهما حوار استثمر ما اكتسبته في مهارة تكملة نص حواري وأكتب حواراً دار بين الفلاح وابنه يحدثه عن عمله إذن سوف نرجع للصفحة 149 نصيحة فلاح لابنه لنعيد قراءته ونتذكر أحداثه وبذلك نكتب حواراً بين الفلاح وابنه يحدثه عن عمله الأب لقد كبرت يا بني لا تهمي الأرضك فهي مصدر رزقك الإبن نعم يا أبي سأكون وفياً محباً لها الأب لا تبخل على أرضك بالعطاء تعاهدها بالعمل من الفجر إلى الغروب الإبن كن مطمئناً يا أبي سأتفانى في خدمتها وأنا فرح بذلك أعيد قراءة الحوار الأب لقد كبرت يا بني لا تهمي الأرضك فهي مصدر رزقك الإبن نعم يا أبي سأكون وفياً محباً لها الأب لا تبخل على أرضك بالعطاء تعاهدها بالعمل من الفجر إلى الغروب الإبن كن مطمئناً يا أبي سأتفانى في خدمتها وأنا فرح بذلك وبهذا نكون قد أنهينا درسنا هذا وإلى درس جديد بحول الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إنه جمع 七 أبركاته جانب جيد جميع جميع